موسيقى ايضا هو غير مسبوق لانه خرج من منطق الحوار الاجتماعي في صيغته السابقة الى منطق جديد هذا المنطق الجديد كي يندرج في التوجهات دير جلالة الملك حفظه الله لان هذه الجولة الجديدة دير الحوار الاجتماعي هي جولة تندرج في اطار البناء المشروع الاجتماعي الذي اراده جلالة الملك فخرجنا من المنطق السابق لالاجتماع غادات فاتح مي نتكلم فيها تقنيا ثم نترك الامور الى ملتقى قادم في السنة المولية اذا اول شيء قامت بهذه الحكومة في اطار هذا المشروع الاجتماعي الذي يريده جلالة الملك هو مأسسة الحوار الاجتماعي والمأسسة تعني ما تعنيه ولن كانت لقى كل 6 شهر مع النقابات لا نلتقي فقط لمناقشة القضايا التقنية ولكن لمناقشة الاصلاحات فمن يقول المقايضة لم يفهم المأسسة ما زل ما فهمش المأسسة لانه الاصلاحات اللي قمت بهذه الحكومة منذ ان نصبها جلالة الملك تقوم بالاصلاح مع النقابات ولكن لكل اصلاح الكلفة الكلفة هي انه الرفع من الامكانيات اللي انقدروا نوجها لهذه المورد البشرية لكي توكب هذه الاذا هذه هي الثقافة الجديدة التي أرستها هذه الحكومة في مأسسة الحوار الاجتماعي هناك نقاش يتجاوز الارقام ويصلوا الى الاصلاح مرتبط بقضايا كبيرة جدا تأجل اصلاحها في بلادنا فقلت هذا المشروع الاجتماعي الذي يرعاه جلالة الملك انطلق اولا بالدولة الاجتماعية لي فيها جوجة العناوين اساسية ما تحسوش بانني اتكلم حول موضوع لا علاقة له لا رح نبقي في الدولة الاجتماعية في البناء المؤسسة ديلا بدنا بالدعم الاجتماعي للطبقات المعوزة قبل من نوع التغطية الصحية ثم مشينا في مستوى تالي نحو اقرار واحد الامكانية مالية مهمة جدا لفائدة الطبقات المتوسطة والتي ما فتئتم تطرحون هذه الاسئلة داخل هذه القاعاء وطرحتم هذا السؤال غير ما مرة فالبناء هو بناء طالع بشكل متدرج بدنا اولا بالدولة الاجتماعية في الطبقات ديالها الناس اللي محتاجين تغطية صحية ام متضامون تم اقرار تغطية صحية لجميع المواطنين المغاربة الذين كانوا يزاولون بعض المهام الغير الاجتماعي انتهينا من هذا الموضوع مرنا الموضوع الثاني هو اقرار تعويضات عائلية مباشرة للاشخاص الموجودين في وضعية هاشاشة او للاطفال اللي في وضع تمدروس او لغير تمدروس مع عائلات ديالهوم ثم ممشينا للمستوى الثالث الآن اللي فيه هذا الفضاء الجديد اللي هو الفضاء ديال الحوار الاجتماعي اذا لمأساسة الحوار الاجتماعي كانت مكسبة مهمة جدا للجلوسي ومناقشة هذه القضايا مرة كل ستة اشهر معالجة بعض القضايا التي تهم بالهاشاشة اتكلمت عليها الدعم الاجتماعي معالجة وضعيات الشغيلة 4. جوج مليون مستفيد من هذا الحوار الاجتماعي 1. جوج في القطع العام و3. مليون في القطع الخاص عبريش عبر اقرار زيادة عامة في الاجور 1000 درهم عبر الشطرين قسط الاول فاتح يوليوز 2024 والقسط الثاني فاتح يوليوز 2025 زيادة العامة في سميق وفي سماج منين ستأخذوا السميق وسماج منذ ان تم تنصيب هذه الحكومة ستلقوا السميق تزاد بـ 20% والسماج تزاد بـ 25% سميق الان ديال بلدنا في القارة الافريقية راحنا في مراتبة جد 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 متقدمة لما خنتني جدا كريم كان احنا التاني على الصعيد الافريقي مقارنة مع مجموعة من الدول هذا مجهود كبير قامت به هذه الحكومة ثم كين اللي هو مهم جدا هو تخفيض الضريبة على الدخل اللي غادي يتهم جميع الشرائح كل واحد حسب الشريحة اللي راه هو موجود فيها فهذا غادي نرفعه من الهامج لإعفاء من 30 ألف درهم من 40 ألف درهم وغادي يقول لي ستلف الدرهم كأجر معفية من أي ضريبة بمعنى لا يؤدي أي ضريبة إذن طبقات الموجودة متدنية لا تؤدي أي ضريبة والطبقات اللي هي في واحد المستوى مرتفع طبعا تؤدي واحد الضريبة باش نضمنه واحد ما يمكنه أن نستلح عليه بالعادلة المجالية طبعا خلينا الهوامج المرتبطة بالتحملات العائلية خاصة الأجارة اللي عندهم أطفال حيث رفعنا من الكلفة ديالتحمل العائلية من 360 درهم إلى 500 درهم بمعنى منك الرفعه هاد الكلفة ديالتحمل سنعفيها هي الأخرى من هذه الضريبة على الدخل إذن هذه القضايا كلها هي مهمة جدا من الناحية المالية لكن هي أيضا مفيدة لإقرار إصلاحات مهمة أولا باش نجوابه على واحد السؤال ديال أننا عنا واحد النسب ديال ديال الارتفاع ديال تكاليف الحياة وخصوص الأجار والمغضافين تكون عندهم إمكانيات باش يقدر يوجهوا هاد الارتفاعات هذي وتانيا لأنه الدولة الاجتماعية لكي تكون دولة اجتماعية ما شي فقد تهتم بفئة دون أخرى يجب أن تكون هناك واحد العدالة على مستوى تحسين الأجور وهذا شي كله إن شاء الله بلدنا بالخير خاصة في الطلب الداخلي وفي جملة من القضايا بلآن الحوار الاجتماعي جات بعض العنوين لأنه أعود ما غنقلسوش مع النقابات باش نتكلموا على الدخل وعلى الأجراء ونخليوا القضايا الأخرى اللي هي مهمة واللي كان عرفوه بأنها تحتاج إلى إصلاح عاجل وفي طالعتها تقاعد لا بد الحكومة أن تباشر هذه الإصلاحات الحكومة هي عند جوجل خيارات في موضوع ديال التقاعد إما أن تباشر الإصلاح بشكل شجاع وبشكل مشترك مع النقابات ونوضع السيناريوهات الممكنة وبدأت لبعض الملامح اللي تم الاتفاق عليها عبر إقرار قطبين عمومي وخاص وإما أن أجلوا هذه الإصلاحات هذه لكن من سوف يتحمل كلفة التأجيل؟ إحنا إذا عملنا الإصلاح ونعرفوش كله يتحمل كلفة الإصلاح لكن إذا عملنا التأجيل من سوف يتحمل كلفة التأجيل؟ أنا أعتقد هذه الإصلاحات في هذا الجو من المسؤولية والصراحة تبكننا من أن نعالي جميل الفاتن مرتبطة بأجيال وأجيال وبالحق ديالهم في هذا التقاعد نفسي بالنسبة للقانون الإضراب اللي تأجل الأسبوع الماضي أنا تتكلمت على هذا الموضوع هذا قلت بأنه المفروض أن يخرج في الولاية الأولى بعد المصادقة على الدستور وبعدها فنحن اليوم في الولايات الثالثة والإضراب مني كنقوله قانون الإضراب أراه الإضراب هو حق دستوري لكن يجب أن ننظمه يجب أن ينظم وطبعا لا يمكن أن تنظمه الحكومة بوحدها تحتاج إلى أن تجلس مع النقابات وأن تستمع إلى تصوراتهم حول هذه الموضوع وطبعا البرلمان هو الآخر مدعو للإنخراط في هذا النقاش خاصة أن هذه القوانين سوف تتم المصادقة عليها في هذا المستوى من يقول هذا الكلام لم يفهم لم يفهم مأساسة الحوار الاجتماعي ويحتاج إلى كثير من الوقت لكي يفهم فبغض النظر على الأرقام بغض النظر على ألف درهم وكذا ألف درهم مهمة لكن يجب أن ننظر إلى عمق الأشياء يجب أن ننظر إلى التحول الذي وقع في هذا الموضوع هذا دي الدولة الاجتماعية الإصلاح إلى جنب الشركة الإصلاح مع الفرقة والإمكانيات المالية التي تكلمت عليها الأستاذ مريم هذه الإمكانيات المالية ما كان القدرة باش يتم تدبيرها لكن منين كتشوف الواقع ديالها في المجتمع أنه ممكنش تعمل دولة اجتماعية بـ 25 مليار وتوصل الأفق 29 مليار في 2026 وتعطل ورش مهم اللي هو دي الحوار الاجتماعي هذه السرعات يجب أن تنطلق بشكل متوازن هذا هو اللي غد يضمن توازن دي المجتمع طبقة المتوسطة مش فقط هي طبقة في المجتمع طبقة حاملة لقيم وهذه الطبقات الآن المعوزة بالدعم الاجتماعي سوف تتحول هي الأخرى أن تساهم بشكل لا يقل عن مساهمة الطبقة المتوسطة في حمل القيم وطنية والدينية وكذا وهذا مهم جدا لبلادنا أنا موضوع دي الأغنام تكلمت عليه وسبوع الماضي يمكن نروجع الجواب الحكومة تسخر كل الإمكانيات الممكنة عبر إقرار هذه الميكانيزمات وهذه الأليات لكي نعالج وضعيات ولكي نعالج مشكلات كنشوفوا بأنه مع تكتيف الاستيراد يمكن أننا نتدخلوكم تدخل دينا دجدوى المجتمع تقعد ما قامت به الحكومة في الموضوع ديال التقاعد خاصة في شق ديالو المرتبط لأن هذا بالآن التقاعد نميزه بنجوج المستوى نميزه بنمستوى ديال التقاعد لإصلاح ديالو نحن الآن نشتغل على التصور نميزه بنمستوى الآخر لكي نقامت الحكومة التدخلات لقامت الحكومة على مستوى الأساس هذه هي راهاء من النقاط التي لا طالما طلبت بهالنقابات دابا الآن 1340 يوم منحقوا أنه يستفد من المعاش ديالشيخوخة وقل منهم منحقوا أنه يأخذ للكوتيزازيون ديالو هذا شيء ما كانش هذا شيء ما عمره ما كانش الزيادات اللي تحملات للمتقاعدين اللي عندهم منخريطين في الأساس تتراوح ما بين كل فالموضوع ديالتقاعد أنا أعطيت غير جزء مرتبط بالأساس الموضوع ديالتقاعد الحكومة تباشره من هذا المنطق ديال طبعا تدبير واحد للعلاقات مع الفرق لكن في مجال استحضار مختلف العناصر اللي مرتبطة به ما تنسوش تابونا وفلاش شين وتأكتفيوا الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبخيس وتفتأجوا مع أصحابكم